نشفة الاخبار السورية من القناة الاعلامية الثانية لبنت سوريا اخر الاخبار الواردة من سوريا تشير الى احتدام المعارك في ريف ادلب بين مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش وبين الوية المعارضة المقاتلة اسئلة كثيرة تطرح حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اندلاع هذا القتال العنيف بين رفاق السلاح المعارض وتوسعه الى مناطق جديدة البعض يرجع الاسباب الى الخلاف العقائدي لكن ماذا عن القتال بين داعش وجبهة النصرة البعض يتحدث عن خلفيات سياسية ترتبط بمؤتمر جناف اثنين المقبل تحت عنوان تحسين الشروط الميدانية لقوى اقليمية ترعى هذا الفصيل او ذاك في المعارضة المسلحة وفي كلتا الحالتين يبدو ان الاتلاف المعارض في وضع لا يحسد عليه رئيسه احمد الجربة اعلن القبول بالذهاب الى جناف اثنين لكنه وضع شروطا مسبقة هذا في الملف السوري اما في الملف العراقي فمسلسل التفجيرات لم يتوقف اليوم كان استهداف لأحد النواب المسيحيين في كاركوك اما انتخابات اقليم كردستان فنتائج تظهر تقدما لحزب البرازاني اذا نبدأ من الوضع الميداني في سوريا والبارس فيه كما ذكرنا في مقدمة النشر اتساع رقعة المواجهات بين دولة الاسلام في العراق والشام من جهة والجيش الحر وكتائب المعارضة الاخرى من جهة ثانية موقع المعارضة في محافظة ادلب تحدثت عن اشتباكات عنيفة تدور في عدد من قرى ريف لا سيما في بلدة حزانو التي تتعرض لهجوم واسع من مقاتل داعش والعمليات قصف متبادلة تدور في هذه الاثناء مشيرة الى سقوط عدد من القتلى والجرح في صفوف الجانبين وقد وجه الجيش الحر نداء عاجلا الى فصائله المتواجدة في ريف ادلب الشمالي لمؤزرة زملائهم في حزان الى ذلك تهمى لواء عصفة الشمال في ريف حلب الدولة الاسلامية في العراق والشام بنقض الاتفاق الموقع معها في اعزاز وطلبت انزال الحكم الشرعي بمن اخلى به من المسؤولين في داعش وبحسب البيان الصادر عن اللواء فان داعش لم تلتزم تنفيذ البند الثاني من الاتفاق الذي يقضي بالافراج عن المحتجزين كاف بمن فيهم المسؤول الاعلامي لمركز اعزاز محمود او محمد نور ويضيف انه بعد انقضاء 48 ساعة من دون تنفيذ هذا البند اضافة الى بنود اخرى فقد وجب على المعنيين في داعش الحكم الشرعي وصفة اياهم بالفئة الباغية بحسب ما ورد في البيان كيف توزعت خريطة المعارك التي خضتها داعش خلال الايام الاخيرة التفاصيل مع زميلة ملاك خالد شكرا دينا السلام عليكم من اعزاز في ريف حلب الى دير الزغور والرقة والذيقية يمتد قوس الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية المسلحة المعارك المعلنة بين داعش وبين الجيش الحر بدأت في اعزاز خلال الاسبوع الماضي ولكنها لم تتوقف عندهما بل دخلت جبهة النصرة على خط الاشتباكات هجوم خاطف على داعش انهى سيطرت لواء عاصفة الشمال المنضوي تحت لواء الجيش الحر على المدينة واشعل المعارك بين الطرفين تدخل لواء التوحيد اكبر الوية الجيش الحر في ريف حلب الشمالي لوقف المعارك بعد دمار وقتال وخطف الوقف الهش لاطلاق النار لم يصمت طويلا انتقلت المعارك في حلب الى عندان وحريتان وصوران وايضا الى قرية المريمية في غرب اعزاز وهذه المدينة اعزاز لازالت تحت سيطرة داعش ولكن معبر باب السلامة هو تحت سيطرة لواء التوحيد وهو المعبر من حلب الى الاراضي التركية المعارك امتدت تقريبا في كل محافظات الشمال السوري من شرقه الى غربه هنا مثلا في ريف اللاذقية حيث اعدمت داعش احد عشر مسلحا من الجيش الحر في الكوم وساقية الكرت محافظة الرقة فيها معارك مستمرة بين مقاتلي داعش وجبهة النصرى من جهة وبين المقاتلي الجيش الحر من جهة اخرى اذ اشتركت داعش والنصرى في الهجوم على احد القرى في غرب مدينة طل ابيض التي يسيطر عليها الجيش الحر قتل 13 مقاتلا لداعش في اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية في هذه المحافظة لكن الامور لم تتوقف هنا وحدات الحماية الكردية اشتبكت مع داعش ايضا في القامشلي المعارك تركزت في الريف وتحديدا في الياروبية والمالكية مقاتل داعش استولوا على ثلاث منشآت النفطية كانت تحت سيطرة جبهة النصرى في الحسكة والحسكة هي المحافظة الاولى في انتاج النفط على مستوى السورية ومقاتل داعش دمروا ايضا المقر القيادي لجبهة النصرى في المحافظة هنا هذه الصورة عن اشتباكات ولكن ننتقل الى دير الزور في هذه المحافظة اجبر مقاتل داعش مقاتلي لواء احفاد الرسول وهو احد الالوية التابعة للجيش الحر نذكر هنا ان الجيش الحر فيه مجموعة من التشكيلات الالوية الاسلامية لكن جبهة النصرى وداعش ليستا من ضمن الجيش الحر مقاتل داعش اجبر وهذا اللواء لواء احفاد الرسول على الانكفاء الى داخل مدينة الميادين فيما لم تحسن بعض السيطرة على مدينة دير الزور هذه المدينة يتواجد الجيش السوري في بعض اجدائها حتى الان عود الان الى دينة شكرا لك ملك سياسيا اعلن احمد الجربة رئيس الاتلاف السوري المعارض ان الاتلاف سيحضر مؤتمر جونيفس نيل المقترح لانهاء عامين ونصف العام من الصراع في سوريا لكن الجربة اشترط في رسالته التي وجهها الى مجلس الامن ان يكون الهدف من المؤتمر تأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة وزير الخارجية الروسية سارجي لافروف حذر الدول الغربية من تبني قرار يجهز استخدام القوة ضد سوريا وتهمها بابتزاز روسيا في الشأن السوري مشيرا لان الغربة اعمى حيال سوريا واعلن لافروف ان المعطيات الروسية تثبت سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائي في سوريا واعلن وزير الخارجية الروسية ان بلادهم مستعدة لارسال قوات الى سوريا لضمان سلامة مفتشي الاسلحات الكيميائية التابعين للامم المتحدة الرئيس الايراني حسن روحاني حذر الغربيين من اي تدخل عسكري في سوريا داعيا الى السياسة والحوار لانهاء الحرب واضف في افتتاح اسبوع الدفاع المقدس نعتقد ان على الجميع بذل الجهد لوقف الحرب الاهلية في سوريا ولمنع الارهابيين من تعزيز قواهم في المنطقة معربا عن تمنيه بان تجلس مجموعات المعارضة السورية الى طاولة المفاوضات مع الحكومة يجب ان نعمل جميعا على ايقاف الحرب الاهلية في سوريا وان نقضي على الارهاب المتفشي فيها ونركز جهودنا الان لجمع المعارضة والنظام السوري على طاولة واحدة لحل الازمة فالحرب لا تحل باشعال الحروب من يشعل الحروب لن يحصد الا ندم نبقى في سوريا ومع الابعاد الانسانية للمواجهات الدائرة في ريف اللاذيقية مواجهات دفعت عائلات عديدة للنزوح الى مدينة اللاذيقية واحيائها بعض العائلات التي تعيش اصعب الظروف الحياتية تحدثت عن معاناتها امام كاميرا الميادين هنا اللاذيقية لا حمص ولا حلب المدينة الامنة التي استفاقت فجأة على صوت وجع يخنق ابناءها في غفلة من صباحات المدينة الهادئة تسلل الحزن اليها محولا اياها مدينة جريحة وهي التي كانت عاصمة ضحايا الجيش السوري كما يحبذ اهلها الوصفة اشتباكات في ريف اللاذيقية عنوان كاد الاهالي ينسونه قبل ان تدور روح المعارك هناك مجددا الضحايا هم المدنيون في منازلهم طالتهم شظايا المعركة فمنهم من قضى ومنهم من هجر هاربا في البساتين لا طعام ولا شراب بحوزته ولا مقتنيات اخرجها من بيته وبيته بات ميدان المعركة والمتراس الاول في الحرب الضروس فتحت اللاذقية ابوابها للمهجرين من ريفها فاستقبلتهم احياء المدينة الفقيرة وكأن ذنب الناجين ان الحياة كتبت لهم من بيوتهم المسروقة في المعارك هجروا الى منازل اخرى لا يملكون اجرتها بعضهم بات يعملوا ليجنطوته كفافة يومه وعله يكفيه فالاسعار هنا جانب اخر من المعركة ايام اضافية يعيشها الناجون مكرهين على امل العودة الى بيوتهم يوما عودة ستحمل معها كل ذكريات الرحيل والغربة الاولى كل زاوية في طريق العودة ستنعش ذاكراتهم بمشاهد القتل والدم فمن منهم لم يفقد احدا في هذه الطريق الطويلة رغم الالم تستمر الحياة قصص كثيرة ترويها عائلات هجرت من ريف اللاذقية منتظرين الفارغ الصبر عودة الامن لقراهم ليعودوا اليها هل ينصى الضحايا ظلم الجنات؟ وحده الزمن كفيل بذلك من مدينة اللاذقية طارق علي الميادين الدكتور وائل حلق رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوجه الوزارات والجهات العامة إلى ضرورة استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 60% والحلق يؤكد رصد خمسين مليار ليرة لبرنامج الإغاثة وإعادة الأعمار في موازنة العام 2014 القادم وجه الدكتور وائل الحلق رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق بشقيه أشجاري والاستثماري وضرورة استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي وصلت نسبة إنجازها إلى 60% ولا سيما في مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والكهرباء والنفط والقطاع الصحي والمطاحن ومحطات طعبئة الغاز جاء ذلك خلال كرأسي اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسسي وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وإراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية حيث دع الحلق الوزارات إلى بدل جهود مضعفة لاستمرار بتوفير كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين ومتطلبات صمودهم لمواجهة ما يحاك ضد سوريا من مؤامرة ومخططات صهي أمريكية وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الجائر والعقوبات الخارجية والأعمال التخريبية للعصابات الإرهابية ما يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد وعلى مدار الساعة لتذلل هذه التحديات والتغلب عليها من أجل إكمال عملية البناء والإعمار والاستقرار وتأمين جميع المستلزمات الأساسية للمواطنين وطلب الحلق اقتصار برامج التأهيل والتدريب على الدورات الداخلية والحد من الهدر والمحافظة على القطع الأجنبي والاستمرار في تمويل المستوردات الأساسية مشيرا إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية المصغرة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية وشدد الحلق على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات الغذائية وزيادة الاثثمار فيها وتوطينها حسب إنتاج كل محافظة وإمكانية وضع دراسة أولية لإنشاء معامل للعصائر المركزة في المنطقة الساحلية وتأمين مستلزمات نقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وزيادة مراكز خدمات المواطنين في محافظتي ترتوس واللاذقية والعمل على متابعة مشروع النفايات الصلبة في اللاذقية وأتمتة مديرية المصالح العقارية وتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وإصلاح ما تم تخريبه من العصابات المسلحة والاستمرار بتأمين المستلزمات التعليمية للطلاب في قطاعي التربية والتعليم واعتبر الحلقي أن ملف الإغاثة يعد ملفا ضاغطا يتطلب جهود مضاعفة نتيجة الهجرة الداخلية والأعداد المتزايدة التي أفرزتها الأزمة مؤكدا أن الحكومة تولي برنامج الإغاثة وإعادة الأعمار اهتماما كبيرا من خلال لجنة إعادة الأعمار واللجنة العليا للإغاثة حيث تم رفع قيمة ما رصدته الحكومة من موازنة العام 2013 والتي بلغت 30 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام 2014 انطلاقا من واجباتها لتقديم الدعم والتعويض للمواطنين المتضررين وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وتأمين مستلزمات صمود شعبنا في مواجهة الإرهاب والمؤامرة التي يتعرض لها في هذه المرحلة واعتبار الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي أولوية أساسية في خطة عمل الحكومة وبرامجها التنموية والخدمية ووجه الحلق بإعداد دراسة للتوسع في قطاع الدواجن والمباقر والأسماك في المناطق الأمنة ورصد الاعتماد المالي اللازم لذلك إضافة إلى تنشيط المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي بهدف سد حاجات السوق المحلية من المواد الغذائية والاهتمام بإنتاج الثروة الحيوانية منوها بدور الفلاحين ومساهماتها في استمرار العملية الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي كما وجه الحلقي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بزيادة المخصصات المالية لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل المؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمينها للمستلزمات المعيشية وتشدد في مراقبة الأسعار وأنشاء مخابزة جديدة وتعزيز أسطول النقل البري وزيادة منافذ التدخل الإيجابي وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأسسة والنواظم والتوجهات التي اعتمدتها الحكومة في أداد مشروع الموازنة العامة تأخذ بعين الأتبار الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة من خلال إجراءات ضغط الإنفاق وتركيزها على الأولويات والإمكانيات المادية المتاحة ورصد الاعتمادات التي تحتاجها عملية إعادة تأهيل المنشآت المتضررة للقطاعين العام والخاص والمرافق والبناء التحتية مؤكدا ضرورة أن تتمتع الموازنة بالمصداقية والشفافية والواقعية وأقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بشكل أولي مشاريع موازنات وزارة الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والاقتصالات والتقانى والكهرباء والنقل والموارد المائية والتعليم العالي والتربية والصحة والدفاع والدولة لشؤون البيئة الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشراكي هلال هلال وعدد من أعضاء القيادة يلتقون الفعاليات الحزبية والنقابية في اللازقية وأكد هلال ضرورة التواصل بين القيادات العليا والقواعد واعتماد مبدأ الحوار وتوسيع دائرة وفتح قنوات التواصل مع كل الشرائح الاجتماعية وأعادة هيكلة الحزب وأليات عمله بما يتناسب مع المرحلة التي تعيشها سوريا في ظل الأزمة الحالية لافتا إلى أن القيادة منفتحة على جميع الأراء والأفكار وتعمل على تفعيل المؤسسات الحزبية واختيار الكوادر الكفوء لتلاف التقصير والترهل في الجهاز الحزبي ودع هلال إلى التصدي للفكر التكفيري الوهابي الذي يستهدف تخريب بناء الحزب والوطن ونشر الأفكار الهدامة وثقافة القتل كما أشار الأمين القطري المساعد لحزب البعث إلى أهمية دور الشباب خلال المرحلة الراهنة وإلائها اهتماما خاصا ووضع البرامج والخطط الكفيلة بحسن استثمار قدراتها وطاقاتها لصالح الوطن والمجتمع في إطار اللقاءات التي تجريها القيادة القطرية لحزب البحث العربي الاشتراكي مع الفعاليات الحزبية والشعبية في المحافظات بهدف الوصول إلى الرؤى والمقترحات الكفيلة بتطوير عمل الحزب وتعميق دوره الجماهيري التقت القيادة اليوم مع فعاليات محافظة اللاذقية برئاسة الرفيق هلال وحيد هلال الأمين القطري المساعد للحزب بمشاركة أعضاء القيادة القطرية السادة يوسف الأحمد عمار ساعاتي عبد المعطي مشلب وتركزت أعمال اللقاء حول أفاق تطوير العمل الحزبي والشعبي وأليات الوصول إلى فعالية أكبر للعمل الحزبي في المجتمع وبين الناس لا سيما في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وأكد الأمين القطري المساعد على أن حزب البعث الذي أسس الدولة العصرية بمقوماتها ومؤسساتها يمضي في مسيرته النضالية معتمدا على صمود الشعب وتضحيات الجيش وحكمة وشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد وأن المرحلة الراهنة تتطلب شفافية وجرأة في تقييم الأداء والإشارة إلى مكامن الخلل وتقديم الحلول المقترحة للنهوض بالحياة الحزبية ولتحقيق الأهداف المعقودة جماهريا على حزب البعث العربي الاشتراكي ما طرح ولاحظنا من بعض الطرحات فعلا لا يليح حقيقية على تطوير الأداء العمل الحزبي والارتقاء بأداء العمل الحزبي سيقو تماما تقيادة قطرية سوف يكون موضع اهتمام مباشر منا جميعا وأحب أن يطمئ جميعا سيقو تماما نحن في هذه البيادة القطرية حمونا الأساس أن نجد أدوات حقيقية صالحة فاعلة جيدة لتطوير الأداء في هذا العمل لأننا مقتنين أن لا يمكن لقيادة حزب أن تكون فاعلة ونشيفة وبدون أدوات فاعلة على الأرض وأكد رفيق هلال أن أعداء سوريا يستهدفونها من خلال استهداف حزبها بأهدافه النضالية وفاعلة على العصابات الإرهابية التكفيرية التي تمارس أبشع الجرائم بأدواتها الخارجية التي تدعمها بفبركات لتضليل الرأي العام ولنشر الفكر التكفيري الظلامي وأشار إلى أن جيشنا الباسل والكتائب البعثية تقدم صفحات مشرفة في الدفاع عن الوطن وأن جماهر الحزب تنتظرها مهام جسام خلال المرحلة الراهنة لتتوج سوريا بنصرها الكبير القريب إن شاء الله حضر اللقاء السيدان محمد شريتح أمين فرع الحزب وأحمد شيخ عبد القادر محافظ اللاذقية وصفت روسيا محاولات الغرب بتبني مشاريع مسيسة في مجلس الأم ضد سوريا بأنها تصرف غير مسؤول وغير مهني وفي مقابلة مع القناة الأولى الروسية تهم وزير الخارجية سيرجي لافروف الدول الغربية بأنها لا تهتم بالتخلص من السلاح الكيميائي في سوريا بقدر اهتمامها باستغلال الاتفاق الروسي الأمريكي لتنفيذ ما لم تسمح لهم روسيا والصين بتنفيذه وبالذات تبني قرار لاستخدام القوى ضد ما أسمته النظام السوري وتبرئة المعارضة وعبر لافروف عن دهشته لموقف اللامبالات الذي اتخذه الأمريكيون من فرصة فريدة لحل مشكلة الكيميائي في سوريا بعد انضمامها رسميا إلى اتفاقية حذر السلاح الكيميائي واستعدادها للتنفيذ الفوري لالتزاماتها وكشف لافروف أن المعطيات المتوفرة لدى بلاده تثبت سيطرة المسلحين على مناطق فيها مستودعات السلاح كيميائي وطالبت دول التي تمول مجموعات المعارضة أن توقف ذلك في أثناء عمل خبراء منظمة حذر الأسلحة الكيميائية وإيجاد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه لتدميره أيضا اقترحنا على شركائنا الغربيين التفكير في الحاجة إلى تواجد دولي في محيط المناطق التي سيعمل فيها الخبراء الأمميون وأعربنا لهم عن جهزيتنا لتوفير عسكريين وقوات أمنية لكي يشاركوا في تلك الجهود وأنا لا أعتقد أن هناك ضرورة للدفع بقوات كبيرة وبرأيي يكفي وجود مراقبين عسكريين وفي اتصال هاتفي بمبادرة من كيري بحث وزير الخارجية روسي سرغي لافروب مع نظره الأمريكي جون كيري سير تطبيق الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن وضع الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت الرقابة الدولية ضلوع حكومة أردوغان في إدخال الأسلحة الكيميائية إلى سوريا واستخدامها من الإرهابيين تتأكد يوميا ليؤكد موقع صلخبر التركي بأن تفاصيل عريضة الاتهام المتعلقة بضبط غاز السارين في أدنى تظهر أن الدولة التركية لم تتحرك لكشف هذه الشبكة وارتباطاتها داخل البلاد قال الموضوع في عندنا سلاح نحن موجود بتركيا هاي السلاح بديك تحمله من تركيا بتدخله عدير الزور من دون ما حدا يعلم شو نوع هالسلاح طيب شو نوع هالسلاح أنا يعني ما فيه بينه وبينه أخذه عطاو صديقي قبل مثل الولو قال لي هاي السلاح كيماوي رح يعطوك سنادي محملة مجهزة مستفة بشكل مرتب وصواريخ مع هاي السنادي الموجودة يبدو واضحا أن المسرحية العثمانية بفبركة اتهامات للحكومة السورية باستخدام السلاح كيميائي لم تنجح بل أن فصولا غماس أردوغان وحكومته فيها تفت على الصفح وأخذت حقائقها تتكشف يوميا ليكون جديد هاضل ع حكومة العثماني هذا في إدخال أسلحة كيميائية إلى سوريا واستخدامها من العصابات الإرهابية المسلحة إذ يوضح موقع رسول خبر التركي أن هيثم قصاب الذي يعد من أخطر الأسماء في عملية ضبط غاز السارين ضد أعضاء جبهة النصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في أدنى اعترف أنه ينتمي للواء الإسلام مشيرا إلى أن عصابته الإرهابية تملك كتيبة مختصة في الاعتداء باستلاح كيميائي وكشف موقع رسول أن عريضة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في مدينة أدنى تؤكد إقامة قصاب شبكة واسعة لتأمين مواد كيميائية لتأمين وتحريب سلاح كيميائي من تركيا بطرق غير شرعية إلى العصابات المسلحة في سوريا وضروع أسماء من مؤسسات الأمن التركية في هذه الشبكة كما لفت الموقع إلى أن رائف إي وهو صاحب أكبر شركة للشحن في مدينة اسكندرون تسمى جيمي آي في المدينة ذاتها كان على علاقة بقصاب ويؤمن له مواد كيميائية وكان القصاب قد سلم رائف قائمة تضضمن وأسماء ست مواد كيميائية طلب منه تأمينها حيث سلم رائف القائمة لابن عمه بوراك الذي يعمل أستاذا مساعدا في قسم الكيمياء في جامعة الشوكروفا بأضنة وطلب منه تأمين المواد وبين بوراك أن المواد المطلوبة لا تباع سوى أربع منها في الأسواق في حين أن المادتين الأخرين لا تباع سوى لشخصية قانونية بإذن من معهد الكيمياء والهندسة الميكانيكية أحدهما مادة الفوسفوري الأبيض الذي يعد استخدامه جريمة حرب وبحسب الموقع أكد بوراك أن تعاون رائف مع قصاب لا يقتصر على تأمين مواد كيميائية بل ساعده في تأمين مادة الكروم التي تستخدم في صنع قذائف الهاون من مدينة أضنة السيناريو الأردوغاني وتوزيع الأدوار بين المسؤولين والأتباع يؤكد يوميا استمرار العثماني وحكومته في دعم العصابات الإرهابية المسلحة بكل ما تحتاج كفتح حدودها للإرهابيين القادمين من أسقاع الأرض لممارسة إجرامهم في سوريا تحت مسمى الجهد تركيا كما يؤكد السياسيون ومعظم الشعب تتعرض للإرهاب نتيجة دعمها للعصابات الإخوانية التكفيرية في المنطقة ونتيجة للسياسات أردوغان وحكومته العدائية تجاه الأمة العربية والدول الأقليمية حكومة العدالة والتنمية بنت سياساتها الإقليمية على انتصارات منتظرة لجماعة الإخوان الشياطين في سوريا ومصر وباقي دول ما يسمى بالربيع العربي وقدمت لهم كل أنواع الدعم لتحقيق الانتصارات فكانت المفاجأة من دعمتهم ارتدوا عليها فحصدت تركيا ثمار ما زرعت من إرهاب فشل السياسات الخارجية لحكومة العدالة والتنمية يبقى جليا من خلال الهجمات الإرهابية التي بدأت تعصف بتركيا نحن نعلم المليقين أن النجمعات المسلحة التي دعمتها حكومة أردوغان في سوريا هي من قامت بعملية ريحانية التي راح ضحيتها أكثر من 50 مواطنا تركيا حالة من الاستياء والغضب تعم الأوساط السياسية في تركيا وذلك على خلفية سياسات حكومة العدالة وتنمية الرعناء في المنطقة التي جلبت الإرهاب إلى الداخل التركي وفرشت له البساط الأحمر على حد قول السياسين الأتراك بدأت تركيا تجني ثمار ما زرعته حكومة أردوغان فبدأ الإرهاب بضرب تركيا هذا قبل أن يبدأ الجيش السوري بتنظيف المواقع الحدودية الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين فكيف لو يبدأ بهذه العملية ستكون تركيا في مأزق كبير حيث ستكون أمام تدفق مئات من عناصر تلك المجموعات الإرهابية فمن قتل السوريين سيقتل الأتراك أيضا بعد هزيمة الإرهابيين في سوريا على أيدي رجال الجيش العربي السوري ستحول تلك العصابات الإجرامية الانتقامة من حكومة العدالة والتنمية لأنها لم تقم بتدخل مباشر لإنقاذهم على اعتبار أنها الراعي الرسمية لهم فتفجير الريحانية ومركز الأمن يعد أول الغيف حكومة أردوغان حصدت ما زرعت إلا أن الشعب التركي لا يستحق أن يعاني من الإرهاب مثل ما عانى الشعب السوري الريحانية كانت وردة الدم الأولى في مسلسل الإرهاب داخل تركيا الذي قد تطول حلقاته كالمسلسلات التركية أديب عبد الفتاح التلفزيون العربي السوري أنقرة إرهاب أردوغان تجاوز سوريا إلى مصر مصدر عسكري يؤكد أن الجنح التركي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يدعم الجماعات الإرهابية في سيناء وبعد رفض المصريين للمليارين المشبوهين الذين قدمتهم قطر النائب العام المصري يحيل بلاغاً مقدماً من محامين مصريين ضد زعامات مشخة قطر للتحقيق افتهامهم بالتحريد على جرائم القتل التي تشهدها البلاد الاردوغانية في مغامرتها حتى النهاية فتدعم داعش وجفة النصرة في سوريا ولا تتردد بإرسال السلاح إلى الإخوان في سيناء للضغط على الدولة المصرية التي حسمت خياراتها في مواجهة الإرهاب فقد أكد مصدر عسكري مصري أن الجناحة التركية في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يعمل بشكل أساسي على دعم الجماعات الإرهابية في سيناء من خلال المال والسلاح عن طريق البحر المتوسط في إطار مخطط أمريكي أوروبي لتحويل شبه الجزيرة سيناء إلى منطقة صراعات تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وقال المصدر إن القوات المسلحة المصرية تكثف جهودها للبحث عن متورطين في توريد أجهزة اتصال ومعدات عسكرية إلى الجماعات التكفيرية المتطرفة شمال سيناء بعد ضبط كميات كبيرة من أجهزة الاتصال الحديثة الأسبوع الماضي قبل دخولها إلى مدينة العريش ذلك بعد أن لجأت العصابات التكفيرية إلى استخدام أجهزة اتصال متطورة يمكنها ترقي إشارات عن بعد ثلاثين كيلو مترا ولفت المصدر المصري إلى أن التحريات المبدئية ترجه أن تلك الأجهزة قادمة بشكل غير شرعي من تركيا عبر البحر كما أعلن اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية المصري أن الحملة الأمنية الموسعة التي نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في سيناء أسفرت عن ضبط خمس وعشرين بندقية آلية واثنين وثلاثين مسدسا وسبع عشرة قنبلة يدوية واربع وعشرين قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكد جودة عبدالخالق وزير التموين المصري السابق أن الدورة القطرية المشبوهة تجاه مصر أصبح جليا وسقطت الأقنعة وانكشفت الحقيقة المتخفية وراء ستار مساعدات مصر والتي هي في حقيقتها تنفيذ لمخطط أمريكا لتقسيم مصر مؤكدا أن قطر كانت تخطط لتنفيذ نفس الدور الذي تقوم به في سوريا لإسقاط الدولة من خلال دعمها للمجموعات المسلحة مشيرا إلى أن عداء قطر لمصر واضح تماما وهي تحاول الضغط على مصر من الداخل والخارج بمحاولتها تنفيذ سد النهضة على نهر النيل من خلال عرض تمويله على إثيوبيا بعدما سحبت الجهات الممولة له عروض التمويل الرئيس الإيراني يحذر الغرب من التدخل العسكري في سوريا ومتمر صحفي يجمع لارجاني برئيس البرلمان التركي الذي يؤكد ضرورة تسوية الأزمة السورية سياسيا سوريا الحليف الإقليمي الرئيسي لطهران هكذا وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني محذرا الغربيين من أي تدخل عسكري فيها داعيا إلى السياسة والحوار لإنهاء الأزمة وخلال الاحتفال بذكر أسبوع الدفاع المقدس الجنوبي طهران قال روحاني متوجها إلى الغربيين لا تسعوا إلى حرب جديدة في المنطقة لأنكم ستأسفون على ذلك على جميع الدول العمل وتكريس جهودها لوقف ما يجري في سوريا ووقف دعم العصابات الإرهابية المسلحة لا يمكن التخلص من أي حرب بإشعال فتيل أخرى ونؤكد ضرورة أن تتحاور المعارضة السورية مع حكومة بلادها التهديد الرئيسي في المنطقة هو الكيان الصهيوني الذي ينتهك جميع المواثيق الدولية وأضاف رئيس روحاني أن إيران مستعدة لمفاوضات مع القوى الغربية التي تحترم نظراءها وتحترم حقوق إيران بما في ذلك الحقوق النووية مشددا على أن إيران وقواتها المسلحة عامل لإحلال السلام في المنطقة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشك الذي يزور إيران حاليا على دور البرلمانين الإيراني والتركي في تعبيد الطريق للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا ورفض ظاهرات الإرهاب والفتنة مشيرا إلى أن بلاده تطالب جميع الدول بمواجهة الإرهاب ومكافحة الفكر التكفيري في المنطقة اللافت في الزيارة هو التغير الواضح في مسار السياسة التركية الذي ظهر جليا بمواقف رئيس البرلمان التركي خلال المؤتمر والتي اعتبر فيها أن سياسة تركية قائمة على حل القضايا بالطرق السلمية منتقدا الجرائم الإرهابية في المنطقة والتي لا تمت للإسلام بالصلة والتي ترتكب تحت شعار الله أكبر مضيفا يخرجون قلب الميت ويستخدمون السلاح الكيميائي في حين كل هذه الجرائم بعيدة عن الله وتابع نحن في تركيا نتحمل مسؤولياتنا وعلى جميع الدول أيضا تحمل مسؤولياتها من دون الإضاحة من أن ذلك يوافق سياسة أردوغان أم لا وقالت شيتشكي لا يجب استغلال الأوضاع القومية والطائفية ويجب دعم الحلول السياسية في المنطقة والتعاون الإيراني التركي أنموذج جيد في هذا المجال في ريف دمشق أوقعت وحدات من جيشنا الباس القتلى ومصابين بين صفوف الإرهابين في مزارع الغوطة الشرقية والريف الغربي والشمالي بعضهم مما يسمى لواء الإسلام وجبهة النصرة ودمرت لهم معدات وأسلحة وذاخرة متنوعة وذكر مصدر عسكري أن قواتنا المسلحة اشتبكت مع عصابة إرهابية في محيط جامع العمري بحي القابون وجنوب شرق دوار المناشر ومحيط شركة الكهرباء والكورنيش الوسطاني في حي جوبر ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير كاميرتين نصبهما إرهابيون بقصد مراقبة ورصد حركات الجيش قرب تجمع المدارس في جوبر وأضاف المصدر أن وحدة من جيشنا الباسل لاحقت عصابة إرهابية جنوب شرق مؤسسة المياه في حرستة وقضت على أحد أفرادها وقضت على الإرهابي أيمن الكشك كما أشار المصدر إلى أنه تم القضاء على ستة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى لواء الإسلام من بينهم يحيى الدعاس في دومة إضافة إلى تدمير أسلحتها معتادهم في حين اشتبكت وحداتهم من جيشنا الباسل مع عصابات إرهابية في المزارع المحيطة ببلدتين شبعة واحتيتت التركمان وأقضت على المدعو أبو الجود متزاعم إحدى العصابات الإرهابية المسلحة والإرهابي رأفة الحمصي في محافظة درعة ذكر مصدر عسكري أن وحدات من جيشنا الباسل دمرت تجمعات للإرهابيين في قرى وبلدات الشيخ سعد ونوى والأحراك والامليحة الغربية وغدير البستان والزعرورة وأوقعت قتلى بين صفوفهم منهم علاء منصور الطلع ومعتصم فواز دمارة ومحمد أحمد المسالمة وعيسى منصور المسالمة وبلال يحيى السالم ومحمد اسماعي للجاموس وأضاف المصدر أن وحدة من قواتنا الباسلة لحقت فلولة المجموعات الإرهابية في بلدة عتمان بريف درعة وأوقعت العديد من القتل بينهم إلى ذلك أفاد المصدر أن وحدة أخرى لحقت فلولة الإرهابيين في بلدة رفيد بريف القنيطرة وأقضت على العديد منهم بينهم الإرهابيان سليم الجمعات وشاهر حمدان وفي الريف الشرقي لحمس تواصل وحدات جيشنا الباسة الملاحقة فلول العصابات الإرهابية المسلحة في الريف الشرقي لمحافظة حمس نقطة توصل استراتيجي هامة تصله مع ريف حماوة بادية تدمر وصولا إلى الدول المجاورة كالأردن والعراق ونظرا لهذه الأهمية يستمر الجيش العربي السوري في دك أوكار المسلحين وقطع طرق الإمداد عنهم أعزاء المشاهدين نحن الآن نتواجد في الريف الشرقي بمدينة حمس وعلى أطراف محافظة حمى كما نعلم أن الجيش العربي السوري بالأمس أعاد الأمن والأمان إلى قرى السلطانية وسلام شرقي وسلام غربي وهي جميعها تقع شرقي حمس لكن المجموعات الإرهابية المسلحة تحاول الدخول مجددا إلى تلك القرى والسيطرة عليها من جديد وتأتي الأهمية الاستراتيجية لتلك القرى تأتي من كونها نقطة عبور للمسلحين أو طريق إمداد للمسلحين من الشمال باتجاه الجنوب هذا أولا وكما أيضا يمكن أن تكون الطبيعة الجغرافية للمكان قد تفرص صعوبات محددة ومعينة على المعركة وتأتي أيضا أهمية تلك المنطقة باعتبارها تفصل بين الريف الشرقي للسلامية ولمخرم الفقانة وصولا إلى تدمر نحن الآن بالريف الشرقي لمدينة حمص بعد تحرير قرى السلطانية وسلام غربي وتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات تم مصادرة كمية من الأسلحة والزخائر وجسس من الإرهابيين أغلبها من جنسيات أجنبية تابعة لجبهة النصرة ويحاول الإرهابيون الآن التقدم من الريف الشرقي ولمدينة حماه لمؤازرة لمؤازرة الأرهابيين في الريف الشرقي لمدينة حمص وما زالت وحدات الجيش العربي السوري الباسلي تلاحق فلول الإرهابيين في هذه المناطق فمهما اشتدت العاصفة ستبقى سوريا بخير فهي أرض مقدسة طاهرة بدماء شهدائها قوية بهمة جيشها المغوار من الريف الشرقي بحمص لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم وفي حمص أيضا ضبطت الجهات المختصة كميات من المتفجرات ومواد مخدرة كانت مخبأة داخل سيارة في منطقة الوعر بمدينة حمص وألقت القبضة على إرهابيين كانت بداخلها وشملت المواد المضبوطة كميات من مادة سي فور وحبوب مخدرة كتا جون ومناظر ليلية وقنابل دفاعية وكميات من الزخيرة كانت موضوعة في مخابئة سرية داخل سيارة من نوع سوزوكي قبل دخولها إلى مدينة حمص القوات العراقية توصل عملياتها في ملاحقة فلو لتنظيم القاعدة الإرهابي وذيوله قرب الحدود السورية وتحبط عملية تهريب مواد مختلفة إلى العصابات الإرهابية في سوريا وبينما قبضت القوات العراقية على أربعة من أمراء تنظيم القاعدة قرب بغداد وأربعة وأربعين إرهابيا آخرين ألقت الشرطة العراقية القبض على تسعمائة وتسعة وستين إرهابيا في محافظة ديالا واصلت القوات المسلحة العراقية عمليات ملاحقتها لفلول تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات المتحالفة معه في الصحراء المحاذية للحدود السورية العراقية والمحافظات الساخنة فقد تمكنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية من إحباط عملية تهريب مواد مختلفة إلى العصابات الإرهابية في سوريا بإحدى عشر سيارة تم إحراق سبع منها والاستيلاء على أروع في منطقة الدماليغ شمال مركز الوليد الحدودي وبينما ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على أربعة أمراء في تنظيم القاعدة الإرهابي مختبئين في شقة بمنطقة النهروان جنوب بغداد تمكنت قيادة فرقة المشات الثانية وشرطة محافظة صلاح الدين من القبض على أربعة وأربعين إرهابيا بينهم خلية مسؤولة عن زرع العبوات الناسفة في مناطق الساحل الأيسر بمندينة الموصل وناحية الصينية في محافظة صلاح الدين نحن مسرورين أن يستعيد عافية الجيش العراقي وأن يقوى يوم بعد آخر ليكون ظهيرا للعملية السياسية لفرض سلطة القانون ومن ثم فرض الأمن والاستقرار في البلد حتى نقدر نعمل السلم الأهلي لأن بدون أمن واستقرار لا نقدر نتحاور لا نقدر نتفاهم لأن التدخلات الخارجية دول الجوار وتناغم البعض من الداخل يمنع العملية السياسية من تطور التقدم وهذا كان هدفها أن نتعرق العملية السياسية وتسقط العملية السياسية وفي محافظة ديالة كشفت قيادة الشرطة عن القبض على 969 إرهابيا وتدمير عشرات الأوكار ومخابئ الأسلحة للتنظيمات الإرهابية منذ بدء عمليات ثأر الشهداء في مطلع حزيران الماضي نادي العبيدي تلفزيون العربي السوري بغداد